على وقع الإفلاس وشح الموارد تعيش أغلب أندية النخبة في البلاد وضع جعل منها أشبه بمؤسسات تقتات على ما تجد به خزينة الدولة أو هكذا تفيد المعطيات بينما ترفع الكثير منها لواء الاتهام بشأن ما بات يعرف بالتمييز في منح امتيازات تمويلية لأندية دون سواها من حقنا نطالب بشريكة وطنية للفريق هذا كرعاءة العام الجاي والتي تشريه الموسم من القادم وفي ظل عجزها عن تسوية وضعيتها المالية تجاه لاعبيها وعدم قدرتها على القيام بانتدابات نوعية تضعها في مقام منافس شارس في مختلف الاستحقاقات رمت أغلب الطواقم الإدارية بالكرة في مرمى المناصر ودفعت به لإسماع صوت علّه يلقى صدا لدى القائمين على تسير شؤون الرياضة في البلاد ومعلوم أن أربعة أندية جزائرية فقط تحظى بتمويل خاص من قبل شركة النفط العملاقة سونتراك في مشهد أثار سخط أغلب أندية الرابطة المحترفة بقسميها الأول والثاني بل وأسهم الوضع في فتح باب التساؤلات على مصر عيها حول مدى المعايير المتبعة في إمداد أندية بعينها على حساب باقي الأندية الأخرى فبأي معيار تكال الأمور في جزائر الكرة يقول أحد المتسائلين